دكتور طبعا تحديات عديدة تواجهونها في المواسم وخاصة الآن موسم الحج على الأبواب ما هي الاستعدادات حاليا لموسم الحج من ناحية الطعوم والإجراءات الوقائية؟ شكرا على هذا السؤال لأنه يعطينا مجال لإرسال رسائل لعموم الحجاج ومن وضع في خطة الحج للاستفادة من الخدمات بأكثر من اتجاه عندما نتكلم عن الرئاية أو الخدمات هي توزع ما بين وزارة الصحة وما بين الحملات وزارة الصحة تدعو جميع الحجاج بدايتا إلى الاستفادة من مجموعة النصائح في ثلاث مراحل ما قبل الحج أثناء الحج وما بعد الحج ما قبل الحج بالفترة الحالية ننصح الاستفادة من الصحة الوقائية الموزعة على أكثر من ثلاث وثلاثين موقع في جميع محافظات الكويت والمناطق الصحية للحصول على ثلاث طعوم طعوم السحاية وطعم الإنفلونزا وطعم الشعب الهوائي كلها مجانية ومتوفرة وتوفر غطاء وقائي من مخاطر التعرض أو اكتساب مثل هذه الأمراض الجانب الآخر اللي حنا نأكد عليه أنه طبعا التواصل مع الأطبة والهيئة الطبية على مستوى البعثات نحن نفخر حقيقة في الكويت أن كل بعثة طبية عندها وحدة طبية وهذه تنوع أعدادها حسب حجم البعثة أو إجمال الحجاج في كل حملة من هذه الحملات نفخر كذلك بأن البعثة الطبية أيام الحج من أيام الستينات كانت قبل لا تطور الخدمات بالسعودية قبل لا يصير فيه هناك بعثات طبية في الدول الأخرى أنا أذكر مقولة لأستاذنا وأخوننا وأبوننا الدكتور عبد الرحمن العوضي كان يحرص على بحثة الحج في الكويت لأنه كانوا الناس صفون أمامها طوابير طويلة لينالوا جزء معين من العلاج سواء على نصيحة أو دواء أو علاج مثل هذه الأشياء طيب دكتور والحين هل يصفون طوابير طويلة أمام المراكز الوقائية؟ كم عددها دكتور؟ لا نحن هنا كنت أتكلم عن الحج نعم الآن هنا هنا ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين مركز وقائي مركز ومزعين على كل المحافظات وهؤلاء طبعا يعني وتصور نحن نتكلم عن إجمال الحجاج عندنا خنقول عشرات الآلاف يعني ممئات الآلاف فبالتالي إذا توزعنا على كل هذه المناطق هي تستوعبهم وتتواصل معهم وهذا حقيقة من ضمن الأشياء اللي حنا نفخر فيها ونحرص وأيضا دكتور هناك تنسيق مع الجهات أخرى؟ التنسيق مع الجهات الأخرى طبعا وزارة الأوقاف وتأخذها الجانب الشرعي في قضية أن الواحد يصير عنده حد أدنى من المعلومات بحيث أنه يعمل ما يحتاجه مثل هذا الموضوع هناك في مكة نفسها شرفها لا يكون هناك فرق تفتيش تتأكد من المواصفات تتأكد من الأغذية اللي موجودة لا شك أن هذه تأخذ في الاعتبار ويركز هنا في مرحلة ما قبل حج إلى أن نفرق بين الأصحاء وبين المرضى الأصحاء والمرضى حقيقة يحتاجون إلى ممارسة شيء من الرياضة لتأكد من اللياقة الصحية مالتهم لأن هناك راح يكون فيه أحيانا مشي جهد جسماني تعرض لربما أحيانا بالزحمة ربما الانتظار وهذه أيضا تأخذ في عين الاعتبار الطرق يعني أنت تتخلف الباص يمكن أن تقعد بالساعات رحلة الطائرة حتى المطارات أحيانا مع الزحمة تنتظر يعني تحسب حساب ساعتين تروح قبلها بأربع ساعات أحيانا ست ساعات وتنتظر أكثر من ذلك بسبب ظروف الطيران هذه للأصحة والمرضى تحتاج أنها تأخذ في عين الاعتبار عندما نأتي المرضى مفيد أن كل مريض يراجع طبيبه عشان تأكد من اللياقة الصحية لأداء مناصك الحج وأخص بالذكر مجموعة من المرضى اللي هما من الأمراض المزمنة سواء السكر سواء بوقت سواء مرضى الكيلة سواء الربو سواء الأمراض المزمنة بصورة عامة مفيد جدا أن الواحد يصير عنده تقرير طبي ملخص لحالته أسماء الأدوية وجرعاتها وكيف يأخذها من يحتاج بعض الأبر أو الأدوية يحرص أن يضعها في ترمس أو محفوظة خاصة الأبر أو الأنسلين عشان يحميها مثل هذه الأشياء يحميها من التعرض لحرارة الجو ويمكن تفقد فعاليتها شغلة ثانية التواصل ويطبيب الحملة هذه مهمة جدا وأنا أراهن على أساس أن كثير من عندنا من المرضى مع مستوى التعليم اللي عندنا يعصر حتى 98.5% نسبة الأمية عندنا أقل من 1.5% أن الواحد يعرف الأعراض مثلا لهبوط السكر لانخفاض السكر تعرض مثلا لارتفاع أو هبوط الضغط هذه من ضمن الأشياء اللي الواحد يحتاج أن يتعامل معها مرضى الأمراض المزمنة بشكل خاص لازم يكون أحد يا أما من أقرباءه يا أما من أصحابه يعرف نفسه يقول ترانا عندي الحالة هذه اللي على أساسه ممكن يعني لو حصل معا شيء ممكن سعافات أولية ممكن تعامل معاه على مستوى الحملة أو البعثة أو حتى المستشفيات ولا يفوتنا لننشيد حقيقة بالخدمة والرعاية الصحية اللي موجودة في المملكة العربية السعودية الآن في المناسك يعني ما شاء الله في مستشفيات في مستوصفات كل سنة يعني ما شاء الله التمسيق جيد بين كل الجهات سواء الكويت أو السعودية وبهذا الكلام الجميل نختم هذه الحلقة مع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي شكرا جزيلا لك تكتور شكرا جزيلا لك